ازاي متابعي شبكة الرميساء التعليمية في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم مع فيديو جديد وحصل لشبكة الرميساء التعليمية ازاي تقدر تعرف مصروفات المدارس الخاصة والتجربية والحكومية اه على مستوى الجمهورية طبعا وزا ما حضراتكم عارفين في شبكة الرميساء التعليمية ازا كنت حضراتكم بتشاهدونا وبتسمعونا لاول مرة اه فضلا وليس امر اه الاشتراك في القناة والضغط على زير الجرس قد يصل الجديد هنا باستمرار طبعا زينا حضراتكم متعودين في شبكة الرميساء التعليمية بنجيب لكم كل جديد في اخبار التعليم بنحاول بقدر الامكان ان احنا بنيسر على حضراتكم المعلومات المفيدة والبسيطة وزارة تربية والتعليم اليوم اتاحت رابط جديد لعبارة عن دليل للمدارس على مستوى الجمهورية من خلال الدليل ده تقدر تحدد او تعرف المصرفات الخاصة بالمدارس الخاصة والتجربية وخاصة المدارس الخاصة والتجربية اما المدارس الحكومية فينزل لها يعني قرار وزاري بينظم عملية المصرفات في هذه المدارس اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دليل للمدارس المصرية لمعرفة تفاصيل تتعلق بنوعيتها والمصاريف الدراسية طبعا اللي همني هو الفيديو اللي معمول من أجله الموضوع اللي هي المصريف الدراسية حيث حددت الوزارة عدة نوعيات من المدارس هي المدارس الخاصة والتربية الرياضية والمدارس العسكرية والمدارس الحكومية والمدارس التجربية والتربية الخاصة مؤكدة أنه يمكن لولي الأمر الاستعلام عن المدارس ومصرفاتها بالدخول على موقع الوزارة يبقى موضوعنا النهاردة إن شاء الله يتلخص فيه كيفية الاستعلام عن مصرفات المدارس طب يمكن الاستعلام عن المدرسة ومعرفة التفاصيلها ومصرفاتها من خلال الدخول على الرابط التالي الرابط اللي موجود قدام حضراتكم ده ان شاء الله انا سيبه لكم في وصف الفيديو تحت اسفل الفيديو وكانت الوزارة طبعا حددت في وقت سابق بين ان شاء الله بداية الدراسة في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة هتبدأ يوم 17-10 ان شاء الله 20-20 هتستمر حتى 24-6-2021 مدة الدراسة ان شاء الله هتكون 33 اسبوع على ان تبدأ اجازة نصف العام يوم السبت الموافق 6-2-2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 لمدة 15 يوم يبقى كده عرفنا ان الدراسة ان شاء الله تبدأ يوم 17 اكتوبر هيبدأ الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجديد هيبدأ يوم السبت 17 اكتوبر ان شاء الله زي ما حضراتكم شفته وهينتهي يوم 5 فبراير اللي هو الفصل الدراسي التاني وفصل الدراسي الاول هتبقى مدة الدراسة الفعلية 93 يوم على ان يبدأ الفصل الدراسي التاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر 17 يونيو لحد 17 يونيو 2021 مدة الدراسة هكون 96 يوم في الترمي التاني طبعا امتحانات الفصل الدراسي الاول هتبدأ يوم السبت 23 يناير 2021 وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي التاني لجميع صحوف النائل والشهادة الاعدادية يوم السبت 15 مايو 2021 هتقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021 ان شاء الله وتقام امتحانات السنوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021 هنرجع للموضوعنا اللي هو بنتكلم فيه كيفية الاستعلام عن المدرسة ومعرفة تفاصيلها ومصرفاتها من خلال الدخول على الرابط التالي حضراتكم هسيب لكم الرابط ده اسفل الفيديو في الوصف الخاص بالفيديو ان شاء الله هندخل على الرابط اللي موجود امام حضراتكم كده تظهر الصورة زي ما حضراتكم كده شايفين بالزبط ده عبارة عن دليل من الادارة العامة للمعلومات والحاسب الالي دليل لمدارس المصرية بوابة الخدمات الالكترونية احنا نعمل دلوقتي مثال تجريبي ازاي هعرف مصرفات مدرسة من المدارس وليكن مثلا هندخل على المدارس الخاصة ادي المدارس الخاصة تمام هيتحلي المربع اللي موجود قدام حضراتك ده او التابة اللي موجودة او الموقع اللي موجود امام حضراتكم كاتب لي فيه البحث عن المدارس الخاصة اول حاجة نختار المحافظة اي حاجة قدامها نجمة حمرة فدي اجباري لازم اختارها اختار المحافظة وليكن هنا اختار مثلا محافظة القاهرة وبعدين هيقول لي اختار المرحلة وليكن مثلا اختار مرحلة رياض الاطفال او ابتداء وعدد او سنة وعام زي ما حضرتك اه عايز تستفسر بالزبط عن اي مرحلة من المراحل اختار مثلا مرحلة رياض الاطفال وهنا اختار الادارة التعليمية وليكن مثلا ادارة روج الفرج التعليمية واسيب لحد كده واكون معلم على الكل واجه عندي تبعية التعليم هنا تحت خالص اختار خاص عربي او خاص لغات زي ما حضرتك عايز تبع حسب الزبط انا مثلا وليكن هنا اختار خاص عربي واقول له بحث تمام هيظهر لي المدارس اللي هي موجودة في ادارة روج الفرج روج الفرج وفي المدرية التعليمية او في محافظة القاهرة وجايب لي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع مدارس اللي هم المدارس خاص عربي في رياض اطفال لو انا عايز اعرف المصرفات المدرسية بتاع المدرسة الاولينية اللي هي تربية الحديثة الصاد الخاصة تمام او الشيماء او اللي سيئة فرنسية او النجاح الخاصة هجدائس على كلمة عرض هنا هيبدأ يعرض لي البيانات الخاصة بتاع المدرسة عبارة عن نوع المدرسة المحافظة الادارة التعليمية رقم المسلسة رقم التعريف تعمل انا مش عايز قولي الكلام ده عنوان المدرسة في عنوان التفصيل الخاص بالمدرسة القارية لو كانت موجودة في قارية او القسمة او المركز التابع لي والتليفون الخاص بالمدرسة والبرد الالكتروني موجود وبعدين كتيب لي عرض المصاريف الدراسية المصاريف الدراسية كتيب لي صف اول وصف تاني يعني كيجي وانو كيجي تو كتيب لي 13479 و21 ارش 13471 ارش وبكده يبقى قدرنا نعرف المصاريف الخاصة بتاع المدرس الخاصة اللي موجودة في ادارة رقم الفرج في محافظة القاهرة وده احنا كده وصلنا لهدف المنشود من الفيديو watersh goals فضلا وليس عمر يعني نشترك في القناة ونضغط على زر اعجاب الخاص بالفيديو عشان تدعمونا عشان خاطر اجيب لكم كل جديد في العملية التعليمية هذا ان كان من تخفيك فمن الله سبحانه وتعالى وان كان من تقصير فمني ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته